السلام لبناسكي ديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد بلا شك أن الموضوع دياليوم مهم بزاف لكل سيدة بغية درية كل سيدة متخوفة من لقاح كورونا بطبيعة الحال أن هذا الموضوع غد يهمكم كاملين فحاولوا تتبعوا معي الفيديو تالأخير وديروا لي واحد لايك باش يوصل جميع السيدات بحالكم متخوفين وبغيين يعرفوا واش لقاح كورونا يسبب العقم لدى الزوجين إذن غد نحاولوا أننا نجاوبوا على هذا السؤال وكذلك غد نصحح بعض المفاهيم الخاطئة حول لقاح كورونا بطبيعة الحال أن هذا اللقاح يعني بدنا فيه مؤخرا الناس بدأوا كي يخطوا الجرعة الأولى وكذلك التانية باش هكا نحميوا رسنا من العدوى وكذلك باش نحققوا المناعة الجماعية اللي هي أهم حاجة باش تعود الحياة للطبيعة ديالها وكذلك ترجع الأمور الشكل ديالها الطبيعي اللي متعودين عليه لأن تفشي هذا الفيروس اضطر لنا على الحياة ديالنا بطبيعة الحال كي مجموعة من العائلات تأثروا فعلا مع هاد الجائحة هادي فنتمنوا يا رب بالسلامة ونتمنوا كذلك يرفع لنا الله هاد البلاء وهاد الوباء اللي فعلا غير مجرى الحياة وغير مجموعة من الأشياء وتضروا منه مجموعة من القطاعات إذن هذا ماشي هو الموضوع ديالنا غادي نحاول أنني نسرع لكم في الفيديو ونجاوبكم على السؤال اللي كتنتظروا جميع هاللقاح كورونا فعلا يسبب العقم لأن مجموعة من السيدات اكترات الأقاويل اكترات المفاهيم حول هاد اللقاح بزف من السيدات متخوفات ما بغاوش يديروا تلقيه بغاو يعرفوا واش هاد المعلومات صحيحة او لا لا انا بحط لكم وكترت البحث ديالي باش نعطيكم معلومات دقيقة ان شاء الله وباش ما تبقوش عندكم التخوف بعد ذلك كيف ممكن عرفوا انهم مع سرعة تفشي جائحة كورونا تصابق العلماء لإيجاد لقاح يحمي البشرية من الإصابة بالفيروس الذي صالة وجالة في العالم بطبع الحال اجمع هذا الفيروس هذا متسببا بملايين الإصابات والوفيات لم تكن العواقب دياله جيدة على البشرية وبطبع الحال تعرض هذا اللقاح هذا كحل من الحلول لإيجاد يعني الحياة ديالنا الطبيعية وباش العالم ما يبقاش يعيش هاد الجائحة ان شاء الله ولكن اللي اكتر انه اكترات الشكوك واكترات الاقاويل حول نجاعة او نجاح هذا اللقاح فبزاف ديال الاشخاص حاولوا انهم يخرجوا بعدة فيديوهات عدة تصريحات في مواقع التواصل الاجتماعية اللي كيحضروا من هالناس من هاد اللقاح الامر اللي ممكن انه يسبب في زيادة انتشار العدوى وكذلك ممكن انه يؤثر على جودة اللقاح وكذلك يسبب مجموعة من الاشاعات اللي كتكون غير جيدة في هاد الوقت الحالي اللي كنعيشوا فيه وهاد الظروف الحالية من ضمن المفاهيم الخاطئة اللي جات بخصوص هاد اللقاح وهي ان اللقاحات انتجت على عجل لذلك ستظل غير امنة واكيد انكم سمعتوا هاد الجملة هادي فعلى الرغم بان ان انتاج اللقاحات كان بوتيرة سريعة جدا وغير مسبوقة لكن هذا لا يعني ان العلماء تجاوزوا الخطوات العلمية اللازمة بطبيعة الحال ان هاد اللقاحات جروا هم مجموعة من العلماء اللي عندهم دي راية وخبرة في هاد المجال ديال التلقيح والتطعيم وبطبيعة الحال يعني واخت جرت بواحد صورة يعني وجيزة صورة سريعة ولكن راها تحققت شروط في هاد اللقاحات ويعني وخرجت للناس باش يتلقحوا ويتعالجوا من هاد المرض اللي كيكون كابوس بطبيعة الحال لكل الناس خاصتكم تعرفوا كذلك بان اللقاحات مرت بخطوات اه بتلات خطوات او بتلات تجارب سريرية تلات مرت واعطت نتائج ديالها وبالتالي كانت يعني خطوات ناجحة وآمنة باش يستخدموها الناس بشكل عادي وما يكونش هناك مشاكل وخطورة كان بعض الناس كذلك يقولوا بان اللقاح سيؤدي الى اصابتك بالوباء وهذا المفهوم خاطئ كذلك لان اللقاح لا يحتوي على الفيروس المعطل كما ان اللقاحات الاخرى التي تعتمد اسلوب الفيروس المعطل اتبتت قدرتها في مواجهة الفيروس ولم يتبت انها ادت الى الاصابة به وهذا الاعتقاد كذلك خاطئ لان الناس كي يشعروا بان هذا الامر هذا ممكن يؤدي بالاصابة ديالهم بالفيروس وهذا الامر غير صحيح بالمرة ضروري الناس اللي تلقوا اللقاح او اخدوا التطعيم يشعروا ببعض الاعراض الجانبية مثل الالم في الدراء مثل كذلك ارتفاع تفيف درجة الحرارة حمرار في منطقة الموضع اللي يعني تعتافي هذا اللقاح وهذا الامر عادي جدا ممكن يستمروا هاد الاعراض من يوم الى يوما يعني كيرجع الشخص للحياة دياله الطبيعية كذلك بعض المفاهيم الخاطئة الاخرى وهي ان اللقاح يغير الدي اناي الخاص بك يعني ممكن هاد اللقاحات تغير الحمد النووي اللي كيكون في الجسم ديال الانسان هاد الامر هذا خاطئ كذلك يعني اللقاحات كتعتمد على تقنية تدفع خلايا الجسم الى انتاج اجسام البروتين الموجود على سطح الفيروس بما يؤدي الى استجابة مناعية تحمي من العدوى لكن هاد التقنية لا تتفاعل مع الحمد النووي لمتلقي اللقاح بطبيعة الحال ان دجارات مجموعة من الدراسات تبتت بان الحمد النووي محمي بغشاء يمنع اي شيء من الدخول لها بسهولة وهذا الامر مطمئن لجميع الناس اللي تلقاوا اللقاح باش يكونوا مطمئنين ان شاء الله ونجيوا للسؤال اللي طرحناه في العنوان دي الفيديو هل اللقاح يسبب العقم؟ اكيد بان الامر خاطئ بالمرة اللقاح لا يسبب العقم وبطبيعة الحال قالوا بان اللقاح عند سيدات بغيين الحمل في ثلاثة اشهر يحاولوا انهم يمتنعوا على اللقاح بعد ثلاثة اشهر فالامر كيكون عادي وطبيعي ممكن سيدات حمل وما كنتش دراسة اكدت على ان اللقاح كي ادي للعقم يعني الكلية الامريكية لاطباء توليد وامراض النساء قالوا بان الحوامل والمرضعات واللواتي وفكرنا في الحمل ممكن انهم ياخدوا لقاح كورونا رغم عدم اجراء تجارب على وجه التحديد على هذه الفئة بطبيعة الحال انه كي اكدوا الخبراء انه لا يوجد دليل على الاطلاق على ان التطعيم يسبب العقم وهذا الامر هذا غد يفرح جميع السيدات وكذلك الازواج اللي داروا اللقاح وهذا الامر يعني ما يمكنش انه يكون بطبيعة الحال احنا في هذا العالم ما يمكنش اننا نقضيه على البشرية ونمنعه الناس من التكاتر هذا الامر غير صحيح بالمرة قرأت بزاف على هذا الموضوع ولقيت بانه معلومات خاطئة يعني الناس كتكون مجموعة من الاشاعات فقط للتضليل ولعدم اخذ هذا اللقاح بطبيعة الحال السيدات اللي عندهم نية في الانجاب خلال الثلاثة اشهور القادمة يحاولوا انهم يأجلوا موضوع اللقاح بعد ثلاثة اشهور ممكن انهم ياخدوا اللقاح ديالهم يعني لما كانش عندهم الحمل يعني باش هكا يكونوا مرتاحين يعني الحوامل ما ياخدوش اللقاح غير حيث هما غايكونوا متخوفين لان المرأة الحامل كتتخوف على الجنين ديلها وكذلك كتخاف من هات التطعيمات فقالوا الخبراء ديال الصحة بان الحوامل مرضعت وكذلك سيدات اللي عندهم نية الانجاب خلال الثلاثة اشهور القادمة هما اللي يبتعدوا على اللقاح ولكن اللقاح لا يسبب العقم بالمرة وهذا الامر هذا خاطئ كليا لان مجموعة من الناس تخوفوا منه وما بغوش يديروه قالوا بانه كيسبب العقم من ضمن المعلومات الخاطئة اللي عند عقول الناس وهي ان التطعيم يعني ان الاصابة مستحيلة وهذا الامر هذا هو غير صحيح لان اللقاح كي يستغرق وقت حتى يصبح فعالا غالبية اللقاحات التي تمت اجازتها حتى الان تأخذ على جرعتين متباعدتين تصل المسافة بينهما الى 21 يوما وحتى بعد ذلك هناك حاجة ل28 يوما حتى يكون الجسم عنده المناعة وهذا يعني ضرورة اخذ جميع الاحتياطات خلال هذه الفترة يعني واخد تأخذ اللقاح بعد 28 يوم من الجرعة الثانية هنا عاد ممكن تقولي انك عندك واحد نسبة من المناعة وما تحقق هذا المناعة الا والناس تلقحوا بنسبة 80% عاد ممكن انها تكون مناعة جماعية عند مجموعة من الناس الامر اللي ممكن يعني يحقق هذا الغاية من هذا اللقاح كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى الاعجاب ديالكم يلا عجبكم بطبيعة الحال هاد الفيديو حاولوا تشجعوني بواحد اللايك واشتراك في القناة وكذلك يلا عندكم اي استفسار خليوا ليف تعاليق اسفل الفيديو كنضرب لكم موعد مع فيديو جديد بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر